مثل ما تعودت قناة الموصلية بأن تلتقي مع جميع مدراء الدوائر في نينو ولكن نحن الآن في الدائرة الفتية التي ناضلت من أجل أن تقف على قدميها واليوم نرى العمل مستمر على قدم نوساق في دائرة التقاعد الفتية أيضا والمجاهدة التي تحاول أن تقدم أقصى خدماتها إلى المواطنين طبعا اليوم سنلتقي بالسيد مدير التقاعد نينو ورح يشرح لنا عن آخر المستجدات وآخر المعلومات بالنسبة للمتقاعدين واستلام رواطف بنعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية أشكرك أستاذ سالم شكر جزيل على هذا الإطراء وطبعا حتى عودنا دائما من قناة الموصلية إظهار كل ما هو جميل وجديد في دوائر الدولة بالنسبة لمديرية التقاعد نينو وباشرنا قبل يومين باستلام معاملات المتقاعدين المدنيين وتوقفنا نهائيا عن استلام المعاملات العسكري كون بدأ الشهر المدني لأن تقسيمنا هو شهر مدني وشهر عسكري حتى يتسنى لنا أن ننفذ ما استلمناه من الشهر الماضي إلى الحاسبة الألكترونية في بغداد عدنا بعض الزخم البسيط الموجود في قسم التقسيص وهذا أعتقد لا يعتبر مؤشر سلبي على دائرة التقاعد لأن أحب أن أوضح للسادة المتقاعدين بأن هذا التأخير الحاصل في قسم التقسيص ناجم عن وراثة خمس تولدات هي الواحد وخمسين واثنين وخمسين وثلاث وخمسين وأربع وخمسين وخمسة وخمسين استلمنا معاملاتهم جميعا من دوائر الدولة تجاوزت الثمانية آلاف وتسعة آلاف معاملة الكادر قليل وبسيط ولكن نعمل بكل طاقاتنا ندوم في أيام السبت أيام العطال كل الموظفين يأخذون معاملات إلى دورهم لإنجاز ما تبقى من اليوم السابق المشكلة الوحيدة التي عاني منها الآن في دائرة التقاعد هي مسألة التخصيص أما بقية الشعب الحمد لله الأمور تسير على أحسن ما يكون المتغيرات تنجز تقريبا تسعة وتسعين بالمئة من المعاملات المرسلة إلى بغداد ما عندي أي مشكلة شعبة الطابعة تنجز أكثر من مئة معاملة أو مئة هوية تقاعدية إلى مئة وخمسين معاملة يوميا للأخوة المتقاعدين لأن أكثر الطالبين السلف يعني يجون إلى دائرة محاولين تبديل هوياتهم هذه المناسبة أحب أن أفند كل الأقاويل التي صدرت عن قرب انتهاء البطاقة الذكية لمصارف الرشيد أو ضرورة استبدال هوية تقاعدية هذه أخبار عارية عن الصحة أخبار غير صحيحة أرجو من المتقاعد الكريم أن ينتبه إلى الجهة المخولة الوحيدة في التصحيح إعلام هيئة التقاعد الوطنية في بغداد هي الجهة الرسمية التي تصرح عن كل متغير عن كل جديد في دائرة التقاعد أرجو الانتباه من أخو المتقاعدين لا حاجة لاستبدال هوية تقاعدية ولا حاجة إلى استبدال البطاقة الذكية لأنها نافذة بالنسبة لدينا مشكلة أيضا بسيطة وليست مشكلة بقدر ما هي أيضا من الموروث السابق للسنوات الثلاثة الماضية العجاف التي عشناها في محافظة نينوة كل الرواتب كانت تظهر على مصارف الرشيد ورافدين في بغداد نحاول جاهدين أن نعيد هذه الرواتب إلى مديرية تقاعد نينوة لغرض صرفها لهم الآن توصلنا إلى حل بحيث ما نرسل المتقاعد إلى بغداد سوف يطبق هذا الحل إن شاء الله في بداية سنة جديدة نقوم نحن بإرسال استمارة الكترونية ندرج بها استحقاقات المتقاعد وتقوم الهيئة بصرفه عبر البطاقة الذكية ما ننكلف المتقاعد بعد الذهاب إلى بغداد نتمنى من المتقاعدين عدم التعامل مع المعاقبين ومع أي وسط مهما كان صفته الوظيفية والقانونية فقط يتعامل مع موظفي دائرة التقاعد لأن المعاقب سوف يعقد العملية سوف يضر بمصلحة المتقاعد ومصلحة الدولة فقط الذين لديهم وكالات رسمية صادرة بموجب القانون يستطيعون أن يراجعون يابة عن المتقاعد لحين يصدار الهوية حيث تتطلب حضور المتقاعد للبصمة على الهوية أو إثبات الحياة بقيت الأمور تسير بشكل جيد وسلس إثبات الحياة يومي الاثنين والخميس الكفالات أيضا يومي الاثنين والخميس نتمنى التعاون مع الأخوة الموظفين عدم التجاوز توجهات سيد رئيسي التقاعد الوطنية المحترم أستاذ أحمد عبد الجليل دائما يؤكد على التعامل الحسن مع المتقاعدين وأخص بالذكر منهم شهداء المعارك العسكرية الذين ضحوا بأغلى ما يملكون هؤلاء الأسر في أعيننا نعمل على خدمتهم ليلا ونهارا مستعدون لتقديم أي خدمة لهم ترجمة نانسي قنقر